الخبر اللي حضراتكم شفتوه وتابعته يمكن تفاصيل وتابعته كلمة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خبر كده مش يجب انه يمر مرور الكرام اللي حضراتكم شايفينه طبعا بعيدا عن انها خطوة مهمة جدا وغير مسبوقة وبتجمع بين كيانين كبار جدا كل واحد في مجاله نادي الأهلي كيان عريق وعنده خبرات طويلة جدا في مختلف المجالات مش بس إنجازات في البطولات الرياضية لكن انت بتتكلم على فكر إدارة وتمويل وتسويق براند النادي الأهلي على مستوى العالم واعتقد انه إدارات النادي الأهلي المتعاقبة نجحت في ده بشكل كبير وبتتكلم على الجامعة أمريكية واحدة من أهم منارات التعليم الموجودة في القاهرة ليه بقول لحضراتكم ان ده مستقبل وليه بقول ده لا يجب ان يمر مرور الكرام لانه الحقيقة مش هقدر أبعد ده او مربوطش ده بالمشهد اللي حصل في مصر والطفرة الكبيرة جدا اللي حصلت على مستوى الدولة مش بس بتكلم عن مستوى الأندية كمان فيما يتعلق بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية الواسعة جدا خدوا بالحضراتكم الرياضة في العالم كله النهاردة بقت واحدة من أهم مصادر الدخل الأندية وأهم مصادر الدخل للدول وتحتاج انه يبقى فيه كيانات كبيرة جدا بتدعم فكرة التخصص فكرة الدراسة فكرة الإدارة الرياضية واعتقد فيه جامعات أجنبية في مصر النهاردة بتقدم ده واعتقد انه الشراكة اللي بتجمع بين الأهلي والجامعة الأمريكية يقدروا كمان يعملوا نقلة نوعية محتاجين نجاهز جيل جديد قادر انه هو ياخد المجال كله مجال رياضي في مصر ويطلع بيهل قدامه ده مش هيحصل أبدا من غير ما يكون فيه تجهيز وإعداد وتحضير لمرحلة زي دي أكيد يا أحمد يعني الدور النادي الأهلي زي ما بنقول دايما هو القدوة وبيوري قدين هو فارق جدا معايا الدور المجتمعي لي للنادي الأهلي وانه هو بيعمل على تطور كل حد بينتمي لي يعني الموظفين والأعضاء وأبناء النادي الأهلي كلهم بيستفيدوا من مبادرة زي دي والحقيقة كتير من المبادرات اللي زي دي جاية إن شاء الله وليس